هل تغيرنا الثقافة أم نبقى خاضعين للطبيعة وللوراثة؟ الدماغ بقدر ما هو ثابت هو أيضاً متحرك فهل نحن هنا أمام نوع من الإيديولوجيا التي نقرأها الآن في مستوى الأعصاب؟ تتضاءل وتنخفض الحتمية الجينية بودكاست كلام في الفلسفة معي أنا نور حريري مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام في الفلسفة الثقافة أم الطبيعة؟ الطبيعة أم الثقافة؟ الثقافة أولاً أم الطبيعة أولاً؟ هل الطبيعة هي المسؤولة عن تشكيل الإنسان ودماغه وطباعه ومزاجه وميوله أم الثقافة؟ هل تغيرنا الثقافة أم نبقى خاضعين للطبيعة وللوراثة؟ يحلو ويطيب للمرء الذي يعيش في راحة ورفاه أن يقول الطبيعة هي المحرك الأساسي ويحلو للمرء الذي يعيش في ألم أو فاقة أن يقول الثقافة هي المحرك الأساسي الأول لا يبحث عن التغيير ولا يريده فقد يفقده ذلك وضعه ومكانته فيقول الطبيعة هي كل شيء البقاء للأقوى لأننا أمام الطبيعة لا نستطيع أن نفعل الكثير ويحلو للثاني الذي يبحث عن خيط أمل أن يقول الثقافة بعناصرها السياسية والاقتصادية هي كل ما لدينا وهي أملنا في التغيير يعني هيك منتقل فجأة من حديث في الفلسفة والعلم إلى حديث سياسي بين اليمين واليسار اليمين يحتكر الطبيعة اليسار يحتكر الثقافة كل منهما يجد ما يلائمه فيهما فتضيع الفلسفة ويضيع العلم والنقاش كله يضيع ثم يأتي حكيم ما يريد أن يتخذ موقفا وسطيا ويقول لنا لا الثقافة وحدها ولا الطبيعة وحدها مسؤولة عن تشكيلنا هما معا مسؤولان عن تشكيلنا فبدلا من أن يضيع النقاش مع هذا الحكيم يضيع العقل هذه المرة ونبقى بلا موقف واضح لا شك طبعا أن الاثنين الثقافة والطبيعة مسؤولان معا عن تشكيلنا هذا فعلا ومنطقيا أمر صحيح لكن بماذا تفيدنا هذه الإجابة؟ ما الذي تضيفه إلينا هي تعيدنا إلى نقطة الصفر لا أكثر حيث ينتفي العقل وينعدم الموقف وفي الحقيقة ربما تكون المشكلة في السؤال وليست في الإجابة لذلك أعتقد وأزعم أن الأسئلة يجب أن تكون من نوع آخر يجب أن تكون محايثة للمشكلة منطلقة من داخلها فبدلا من سؤال الثقافة أم الطبيعة؟ فلنسأل على سبيل المثال إلى أي درجة تؤثر الطبيعة مثلا في تشكل الدماغ؟ متى تدخل الثقافة في عملية التشكل؟ هل يمكن أن يتعارضا؟ كيف يكون التفاعل بينهما؟ هل التفاعل بينهما دائم ومستمر؟ أم يتوقف في مرحلة معينة؟ هل التفاعل حر؟ أم هناك ضوابط ومعايير معينة تحكمه؟ هل تغير الثقافة كل شيء؟ أم أشياء معينة؟ ما نوع الثقافة التي يمكن أن تؤثر في تشكيل الأدمغة وتحريرها؟ وما نوع الثقافة التي يمكن أن تكرس بعض الطبائع غير المرغوب فيها؟ هل نتوجه إلى علم الأعصاب نجد الإجابة؟ هل نتوجه إلى الفلسفة؟ إلى علوم الإدراك؟ هل نكتفي بالنتائج المخبرية التي تعمل على المستوى التجريبي؟ أم أننا نحتاج إلى مستويات أخرى وأسئلة أخرى كثيرة؟ سألخص هذه الأسئلة كلها بسؤال واحد طرحته الفيلسوفة الفرنسية كاترين مالابو في أعمالها حيث سألت ما الذي يجب أن نفعله بأدمغتنا؟ أو يعني ماذا نصنع بأدمغتنا؟ وهذا السؤال سؤال غير موجه للمختصين فحسب بل هو موجه لنا جميعاً كما تقول مالابو وبقدر ما هو سؤال علمي؟ هو سؤال أخلاقي وسياسي واجتماعي ونفسي أيضاً سأحاول أن أخوض في الموضوع بلغة بسيطة لكن تجدر بالإشارة هنا إلى أن ما أنقله إليكم أستمده بصورة أساسية من الطبيب والبيولوجي الفرنسي جون كلود عمزان والفيلسوفة الفرنسية كاترين مالابو وعالم الأعصاب الفرنسي أيضاً مارك جينيرو خلونا نحكي شوي عن الضماغ الذي هو الأساس في حديثنا معروف أن الضماغ هو عضو معقد وكثيراً ما يقارن بالآلة أو بالكمبيوتر فيوصف على أنه آلة تحمل برنامجاً معيناً وتعمل بطريقة معينة نستطيع طبعاً أن نتعلم ونكتسب خبرات كثيرة ونطور من قدراتنا العقلية ما يجعل هذه الآلة تعمل بطريقة أفضل لكن فقط ضمن ما هو محتم أساساً في برنامج هذه الآلة وإذا كانت هناك مشكلة معينة في هذا البرنامج فيمكن التوجه إلى طبيب من أجل حلها في بعض الحالات وفي أغلب الحالات ينبغي التكيف معها هذا ما يمكن أن نسميه الفهم العام والشائع للدماغ وهذه الفكرة على الرغم من أنها قد توحي لنا بأن الدماغ متواع ومرن إلا أنها تثبت لنا أكثر فكرة أن الدماغ ثابت فالأساس في هذا الكلام هو أن خوارزميات البرنامج الدماغي لا يمكن تغييرها يمكننا فقط أن نغير بحسب ما تتيحه هذه الخوارزميات فهل الدماغ فعلاً آلة ذات برنامج ثابت وكل ما نستطيع فعله هو الحركة والتغيير لكن ضمن البرنامج المصمم سلفاً الإجابة هنا لا هو ليس كذلك لكنها ليست إجابة بسيطة أو مباشرة الدماغ بقدر ما هو ثابت هو أيضاً متحرك وبقدر ما هو متشكل هو أيضاً يشكل نفسه يعني بكلمات أخرى بقدر ما الدماغ جوهر صلب طبيعة وجينات يعني هو أيضاً تاريخ متغير ثقافة له تاريخية معينة له قصة معينة ويلي نحن منسميه تاريخية في الفلسفة بيسميه علم الأعصاب اللدونة هي المسؤولة عن هذا الجانب المتغير في الدماغ اللدونة هي المسؤولة عن تغيرنا الثقافي وتفاعلنا مع العالم الخارجي وابتسابنا للخبرات والمعارف ويلي نحن منسميه حتمية في الفلسفة بيسميه علم الأعصاب صلابة وبيقصد فيه التصميم الجيني والصلابة هنا هي عكس اللدونة إذن هناك لدونة تدل على الثقافة والتغيير والتاريخية وهناك صلابة تدل على الجينات وترمز إلى الثبات الطبيعي واللا تاريخية اللدونة باللغة الإنجليزية هي plasticity Our brain is plastic دماغنا لدن ولحتى نفهم هاي اللدونة وديناميكيتها ولن ألل من حجم تأثيرها ولن بالغ في حجم هذا التأثير دعونا نتوقف قليلا على المصطلح نفسه لما منفكر باللدونة العصبية إذن نحن نفكر في الدماغ على أنه شيء قابل للتشكيل وإعادة التشكيل والتعديل والإصلاح لكن إلى أي حد وكيف؟ هذه أسئلة جدا مهمة فلنبقى قليلا مع مصطلح لدونة في علم الميكانيكي تسمى المادة لدنة أو بلاستيكية إذا كان من غير الممكن إرجاعها إلى شكلها الأولي بعد تشكيلها هي حين تفرض قيود معينة على شكل المادة وتشوهها فهل نحن هنا أمام نوع من الإيديولوجيا التي نقرأها الآن في مستوى الأعصاب؟ هل نحن أمام الوجه الآخر من الثقافة الذي لا يخدم إطلاقا التغيير الذي نريده؟ هل نحن أمام نوع من ثقافة ربما تكون أشد وأصلب من الطبيعة والجينات؟ هل نحن أمام ثقافة أو ثقافة سياسية تأتي لتكمل تقييد الطبيعة ويكون الفكاك منها صعبا؟ إذن ضروري أن ننتبه إلى أن اللدون ليست دائما في مصلحتنا وبكلمات أخرى الثقافة لا تحررنا دائما دعونا نعود إلى اللدونة ونخوض الآن في آلية عملها تعمل اللدونة بثلاثة أساليب تشكل، تعدل، وتصلح يعني تشكيل المشابك العصبية التي تسمح لخلية أن توصل إشارة ما إلى خلية أخرى تعديل المشابك العصبية وإصلاح المشابك المشبك العصبي هو منطقة الاتصال بين خليتين عصبيتين تزداد فاعلية هذه المشابك أو تنخفض تحت تأثير الخبرة والتفاعل مع العالم الخارجي يقول جنيرو إذا كان المشبك العصبي ينتمي إلى دارة تستخدم باستمرار فإنه ينمو في حجمه وتزداد فاعليته وعلى العكس من ذلك المشابك التي لا تستخدم باستمرار تصبح أقل فاعلية ويقصد بذلك تفعيل وطنشيط المشابك من خلال التعلم واكتساب الخبرات والمعارف والاحتكاك بالعالم الخارجي إن شبكات الخلايا العصبية تتشكل تدريجياً مع نمو الإنسان يولد الرضيع بدماغ يزن حوالي 300 جرام وإحدى المزايا الأساسية لدماغ الإنسان وأنه يستمر في التطور والنمو بعد الولادة لمدة 15 عاماً تقريباً يتزامن نمو الدماغ مع نمو الشبكات العصبية ويخضع هذا النمو لحتمية وراثية صارمة طيب إذا كنا نتحدث هنا عن حتمية وراثية مصممة مسبقاً فإن اللدونة هنا اللدونة تدخل في طريقة تشكيل المشابك والروابط العصبية في سياق عملية تشكيلها بكلمات أخرى يكون النمو على مرحلتين المرحلة الأولى مدفوعة بالحتمية الجينية بصورة أساسية في المرحلة الثانية تتضاءل وتنخفض الحتمية الجينية لا تختفي بل ينخفض دورها بشكل كبير وتأخذ اللدونة دور القيادة من خلال التفاعل مع العالم الخارجي ولما مننظر في هذه العملية عن كثب نشوف كأنه في توزيع مهام غريب وجميل جداً من نوعه بعد أن يتشكل الجهاز العصبي في نهاية مرحلة الحمل ويتم الإنجاب في هذه المرحلة تحدث ظاهرة اسمها موت الخلايا وطبعاً تتبع هذه الظاهرة الحتمية الوراثية حيث يقضى على الخلايا غير الضرورية وينحط الشكل النهائي للجهاز العصبي يبدأ موت الخلايا في دماغ الإنسان في نهاية الحمل ويستمر بعد الولادة على الأقل لمدة ستة أشهر ويستمر بعد ذلك لكن بوطيرة بطيئة موت الخلايا هذا هو تماماً ما يسمح للدماغ بإعادة تشكيل نفسه وكأن هذا الموت الداخلي يحدث لإفساح المجال لما هو خارجي ليدخل حين تموت هذه الخلايا تبدأ المرحلة الثانية من التطور حيث تتراخى وتتباطى الحتمية الجينية تبدأ المشابك العصبية التي أسست أثناء تطور الجنين واستقرت بسبب موت الخلايا بالعمل تحت تأثير المحيط والعوامل الخارجية هذه المرة ويتحقق أكبر قدر من نمو الدماغ البشري في الهواء الطلق من خلال الاحتكاك المادي مع المحفزات في العالم الخارجي من سخونة وبرودة من جوع وشبع من حب وكره من سعادة وألم ومع النمو التدريجي من خلال الاحتكاك مع أفكار العالم الخارجي احترام الآخر الاشتهاد الحب المعرفة الصدخ وما إلى ذلك ومع الاحتكاك وتنشيط المشابك أكثر فأكثر تصبح اللدون مفتوحة باستمرار على الخارج تتحرر من الداخل لا تتحرر بمعنى أنها تتخلص من الحتمية الجينية بل تكتسب حرية تتقاطع فيها الحتمية مع عدم الحتمية تتقاطع فيها الضرورة الداخلية مع الاحتمال الخارجي ومن هذه اللحظة تلعب البيئة الخارجية الدورة الأكبر في عملية التشكيل وإعادة التشكيل هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على نمو المشابك العصبية وحجمها وفعاليتها وتمايزها بعبارة أخرى صحيح أننا ما زلنا ضمن البرنامج الجيني المحدد سلفا لكن المرحلة الثانية من التطور تتيح التعديل والتغيير صحيح أن اللدونة منقوشة في البرنامج الجيني لكنها تتيح ما يغير في البرنامج نفسه بحيث نبني ونشكل أدمغتنا بأنفسنا صحيح أن الثقافة ابنة الطبيعة لكنها تغيرها وتتغير معها يمكن أن تبقى على حالها إن لم نفعلها ويمكن أن نغيرها وهناك ممكنات أخرى كثيرة أحب أن أشير أيضا إلى أن المشابكة تنكمش وتكتئب أو تزدهر وتنشط حسب التفاعل مع العالم الخارجي أيضا هذا التحفيز والاكتئاب يؤدي إلى تعديلات طويلة الأمد تغير في الشكل والفاعلية سلبا أو إيجابا وتلعب العادة والتكرار دورا أساسيا هنا اللدونة ليست حرة تماما ولا مقيدة تماما الثقافة التي نكتسبها لا تعني أننا تخلصنا من جيناتنا أو أصبحت الجينات من نوع آخر ولم يعد لها تأثير بل يعني أن هناك إمكانية للتغيير أن احتمال التغيير الثقافي قائم على الرغم من وجود الطبيعة يقول جون بير شانجو إن اكتشاف المشابك العصبية وعملها كان اكتشافا ثوريا بقدر مكان اكتشاف الدي ان اي لكن لماذا لا نتعامل مع هذا الاكتشاف الثوري بجدية لماذا نتمسك بالتعامل مع الدماغ على أنه مجرد آلة هذا طبعا ليس بسبب نقص المعلومات كما تقول ملبو بل بسبب نقص الوعي المسألة ليست مسألة معرفة بل مسألة وعي وهذا بسبب اللدونة نفسها حين تتصلب كما تحدثنا في بداية الحلقة وتصبح وكأنه ايديولوجيا عصبية فتكون اللدونة ضحية نفسها فحين يكون التنظيم السياسي والاجتماعي للحياة في الخارج ضد الاعتراف بهذه اللدونة تنصاع اللدونة وينصاع الوعي إلى التصديق بعدم وجودها أو بثانوية تأثيرها وما الحل هنا؟ هناك حلول كثيرة تبدأ بالتنشئة والتعليم والانفتاح على إمكانية التغيير وعدم الرضوخ إلى الحتميات الوراثية بل الاعتراف بها وقبولها والاعتراف بإمكانية التغيير على الرغم من ذلك وأهم الحلول ربما هو النقد النقد لا كممارسة فكرية وثقافية وسياسية وحسبة بل النقد الذي يؤثر في المستوى العصبي وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا أنهي هذه الحلقة بسؤال ماذا عن الرغبات؟ عن المشاعر؟ عن العواطف؟ عن النفس؟ الوعي واللاوعي؟ لماذا لم نتحدث عن النفس وعلاقتها بالدماغ؟ أجيبكم لم يكن ممكن الحديث عن النفس في هذه الحلقة لأننا كنا نتحدث فيما يسمى بمستوى العلم التجريبي العيني الحديث في النفس ينتمي إلى مستوى آخر وحتى لا يختلط الكلام وندخل في متاهات سنتحدث في حلقات مقبلة عن النقد الذي سيأخذنا إلى مستوى علمي آخر حيث نستطيع الحديث عن النفس وشؤونها سلامات وحبات وإلى لقاء آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر